بالتعاون مع جمعية دار الكتاب المقدس نظمت لجنة الشبيبة التابعة للمجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب لقاء فئة الإعداد والثانوي لشبيبات الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن بعنوان على كلمته نسير وذلك في مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق وشارك في اللقاء ما يقارب 150 شابا وشابة من فئة الإعداد والثانوي وعدد من المسؤولين من ستة شبيبات من رعايا الروم الكاثوليك في الأردن وهدف اللقاء إلى زرع روح الشبيبة في الأعضاء وتنمية روح الخدمة والعطاء وزيادة تعمق الشبيبة في الكتاب المقدس والبحث فيه وعيش كلمته وتل اللقاء قداس إلهي ترأسه الأب مودي هنديلي والأب إبراهيم حجزين وتخلله رفع تقادم وطلبات أعضاء الشبيبة وكلمة للأب مودي هنديلي أكد فيها على أهمية الحياة الكنسية في حيات كل شاب مسيحي